موجز أنباء التاسعة صباحاً مع منا إليك منا شكراً حسام التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلاً بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا ويفعل الإرادة الحرة لشعبها ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بقصر الاتحادية لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد لمنيفي بحضور وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة عباس كامل وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس المجلس الرئاسي الليبي تمنى دور مصر الحيوي وجهودها الحثيثة والتوى الصادقة بقيادة الرئيس السيسي لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة خاصة المؤسسة العسكرية المتمثلة في الجيش الوطني الليبي عقد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام على مدى الأيام الماضية سلسلة من الاجتماعات التحضيرية لمتداء أسوان للسلام والتنمية المستدامين كان في مقدمتها ورشة عمل حول التصدي للإرهاب من المنظور الأفريقي وورشة عمل حول النزوح القصري واستدامة السلام في أفريقيا وذلك لبحث سبل التصدي للتحديات التي توجه القارة الأفريقية في هذه المجالات والنظر في التتابير والحلول المبتكرة طويلة الأجل التي يمكن أن تسهم في معالجتها اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني مسؤول ملف الانتخابات مالك عقار على أهم مطلوبات الانتخابات المقبلة بما في ذلك تحديد الخطوات التي تسبق العملية الانتخابية ووضع قانون الانتخابات وأشار مسؤول ملف الانتخابات السودانية إلى أن قانون الانتخابات الحالي هو القانون للعام 2018 وبالتالي يمكن النظر في تشكيل لجنة لإعداد القانون الجديد اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد للبيبة مع النائب بالمجلس الرئاسي الليبي القائد الأعلى للجيش الليبي موسى الكوني وعمداء بلديات تارابلوس الكبرى بمقار بلدية تارابلوس لمناقشة التطورات السياسية والأمنية والسبل التهدئة في العاصمة أعلنت وزارة الصحة خروج 731 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادة منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 313780 حالة وأعلنت الصحة في بيانها اليومية عن تسجيل 848 حالة إيجابية جديدة و47 حالة وفاة أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده جاهزة لتصدي للمتحورة الجديدة أوميكرون وقال بايدن في خطاب له في البيت الأبيض أن الأوضاع تثير القلق بسبب انتشار أوميكرون لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة عدم الهلع كما أشار البيت الأبيض في الوقت نفسه إلى أن بايدن لا يعتزم فرض إغلاق جديد في الولايات المتحدة بسبب كورونا ختم مجزأة الساعة نعود لجمانا وحسين